من الحاجات الأبسط المسببات اللي دايما حيك تقول لنا عليها فكرة لشاشة زي ما حيك قلت يمكن العلاج منها أو الدواء منها مش دايماً بيجيب نتيجة اللي هو المية في المية مرجوها بشكل كبير بس طبعاً وطبعاً في الحديث منها اللي حيك قلت يمكن متاع بتاعته أقل زي ستة شهور أو حقنا كل سنة بس عايز أقول إن في ناس كتير بيبتلوا علاجات بدري يقول لك أنا سيدة فمعرضة أو أكثر عرضة ودي حاجة برضو معروفة طبياً العرضة بعد انقطاعات الدورة أو ما إلى ذلك بتبقى أكبر في ناس فعلاً بتاعت عقارات من بدري هل الحاجة بتشوف إن ده برضو مفيد أو إفاكتف بشكل كبير ولا لأ بصي مايكل على حسب نوع العقار يعني إحنا كان فيه عندنا مجموعة من أدوية الهشاشة هم عائلة أنا هقول لإسم العلمي مش بقول إسم توجيري اللي هم عائلة البيس فوسفونيت الأدوية دي لما بنستخدمها لفترات طويلة اكتشفنا أن هي بتخلي الجسم أو الإنسان يبقى عرضة لكسور أكتر مش أقل يعني بتخلي العظم بدل ما هو يبقى زي الخشب أنا دايماً بقول للمرضى في العيادة المثل ده إحنا عظمنا زي الخشب الخشب جامد لكن عنده نسبة من الليونة لو خبطته ما يكسرش يقدر يستحمل إصاباته على عكس الإزاز بريتل قوي لو خبطت الحاجة الإزاز هتكسر لما بنستخدم أدوية الهشاشة وبالذات العائلات اللي بدأنا ناخد بالنا منها دلوقتي لفترات وسنين طويلة وبالذات لو ما غيرناش النوع لسنين طويلة بتحول العظم ببساطة شديدة من خشب لإزاز وبالتالي أنا باخد دواء عشان ما تكسرش ومع أول واقعة بنكسر وإحنا بقى عندنا باترن ومنظر مخصوص على الأشعة في كسور الفخت أول ما بنبص عليها بنقول للمريد أنت كنت بتاخد كذا لمدة خمس ست سنين يقول لي أيوة أنا أخدت الدواء ده أقول له هو ده اللي عمل الكسر عشان كده بننصح الناس نغير نوع دواء الهشاشة كل 3-4 سنين فيه الناس بتقول كل 3 سنين وفيه عائلات من أدوية الهشاشة بدأنا نبعد عنها شوي ونبدأ نستخدم البدال الجديدة بشكرك طبعا مهم فعلا موضوع الهشاشة وموضوع شائق ومهم والناس كتير بيبتدوا يقدوا حرص منه عشان كده حقيقة أنا أثرت هذا الموضوع أنت تساؤل كبير جدا نتسادة مشاهدين عايز برضو أرجع لحقيقة فكرة كبار السن إيه الإصابات الأكثر شيوعا أو اللي حقيقة بتشوفها بشكل كبير اللي بيصابوا بيها كبار السن بص نتيجة الاتزان والعضلات ونفس الكلام اللي بنقوله وأنا عادة تلقائيا أو لما بقع أنا بروح ساند على أدائي وبالتالي من ضمن الحتة المشهورة جدا في الإصابات الكسر بتاع مفصل الرست اللي هي أسفل عزمة الكعبرة أو الكسر بتاع مفصل الكتف أو لما بقع على جنبي للأسف بيبقى كسر بتاع مفصل الحود مفصل الحود عرضة جدا للكسور طبعا وكلنا بنسمع عن الناس اللي وقعوا وللأسف كسروا مفصل الحود واللي برضو ممثل ليه تقريبا في النسبة الكسور بتاعت الرست وبتاعت مفصل الكتف إن أنا واقع على إيدي أو تستريتشد على إيدي كده أرد ما أنا بلحق نفسي عايز ألحق نفسي نتيجة إنه عضمي ضعيف واقع على أرض نشفة فبكسر هنا أو بكسر عند مفصل الكتف ترجمة نانسي قنقر